موسيقى مساء الخير وأهلا وسهلا لحلقة جديدة من جنرالي فيو اليوم العالم أو أحداث العالم تدور على ما يجري في أوكرانيا لأنه أوروبا، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية حتى الصين كل العالم بحركة مهمة ناطقين العالم شو بيسير بأوكرانيا لحتى نعرف شو بيسير بالشرق الأوسط تحول بسوريا مش سأحكي عنه بهذه الحلقة لأنه اخترت هذه الحلقة تقريبا خرج الإطار العادي الأحداث عنوان الحلقة اليوم هو أمريكا، العالم والإيديولوجيات رحبوا الروسية أمريكا والعالم والإيديولوجيات العادي مثل العادي المحور محورين المحور الأول أمريكا والعالم المحور الثاني من قال أن الإيديولوجيات ماتت أو تموت خلينا ننتقل للمحور الأول موسيقى عادة بعلم الجيوسياسي لما منقيس دور دولي بالعالم في معايير يعني مناخدها لنقيسة سياسية أولا المعيار الثاني اقتصادية عسكرية وحتى معلوماتية يعني منسميه نحن PMEI Political Military Economic and Information وعلى هايدي المعايير يمكن القول أنه تركيبة النظام العالمي لأنه قداش معك لك تركيبة بالنظام العالمي أنه التركيبة على هالمعايير بتقوم تركيبة النظام العالمي هلا أي خلل بهذه المعايير يؤدي إلى تحول في ميازين القوى يعني سقوط الاتحاد السوفيتي يغير الميازين التحول بالنظام العالمي عادة عادة نتعودنا عليه حسب مودلسكي عبر العنف يعني مودلسكي عنده النموذج طبعه حلات يعني خلات بس حبات وضحه أنه بيقول مودلسكي أنه النظام العالمي تقريبا بيمره بأربع مراحل المرحلة الأولى هي من سفر لخمسة وعشرين سنة وقت الحرب بعد خمسة وعشرين سنة أو الصراع العالم يسعى للاستقرار بين الخمسة وعشرين والخمسة وعشرين سنة عندك نظام عالمي ميازين القوى فيه تقريبا متجانسة ماشي الحال يعني بعد الخمسة وعشرين من الخمسة إلى خمسة وسبعين سنة بيبلش موضوع نزع الشرعية عن هذا النظام اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تتهم فإذا نحن اليوم بالعالم بمرحلة الخمسين للخمسة وسبعين سنة نزع الشرعية يعني صعود الإسلام السياسي صعود إيران صعود الصين عم بيبلش ينزع الشرعية عن نظام العالمي لنروح على مرحلة الاستقرار لنبلش من سفر لخمسة وعشرين منروح على سايكل جديد لحتى ياخدنا على حرب عالمية تانية أو على صراع التانية اليوم نحن بالعالم بهذه المرحلة ليس هناك قلق يقول البعض الآخر أن استقرار ما يزين القوى في نظام العالمي هو مثل المعادلة الفيزيائية يعني بالفيزيكس البسيطة بيقول أنه أي نظام مستقر لما بيكون مجموع كل القوى الفاعلة فيه بيساوي سفر نحن منقول The sum of all forces equal zero هذا بالفيزيك تعلمنا لما كنا بصفوف الابتدائية وحتى الثانوية بكلام آخر عندما يقتنع اللاعبون أنه أهدافهم محققة من اللعبة يعني هذا النظام بناسبك هذا النظام القائم والعكس قد يعني محاولة تغيير التركيبة دائما بيفكر الواحد لما بده يغير التركيبة بيصير يحسب cost benefit approach أنه بمزيد من القوة هذا التغيير بيعطيه صالحه تأتي لصالحه هذا التغيير أهم مثال على ذلك في عصرنا الحالة هو صعي الصين لتغيير نظام ما بعد الحرب الباردة هي استفادت من هذا النظام بالحرب الباردة وبحلقة سابقة حكينا عن خطاب أوباما السنوي حول حال الاتحاد حللنا بعض النقاط فيه وربطنا العالم لحتى نرى الصورة المستقبرية لهذا النظام فهل حال الاتحاد يخطط للآتي يعني حال الاتحاد اللي حكي عنه الخطاب أم أنه يعكس الواقع الحالي الجواب قد يمكن القول أنه بين الاثنين اليوم العالم تغيير وعلى أمريكا أن تتأقلم وتعودنا كمان بأي نظام عالمي صراع بمنطقة من الأطراف يأتي القوى الكبرى يعني بريطانيا ألمانيا صعدت الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية روسيا اليوم عم نشوف الصين هذا نموذج بيتكرر مع بعرف إذا رح يكون بهذه المرحلة كمان يتكرر يعني اليوم أمريكا هي تفعل بالعالم أو تتفاعل معه عبر التخطيط أو تتأقلم معه الاستراتيجيات الجديدة الكبرى لليولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتأقلم مع التغيرات على سبيل المثال بالحرب الأولى تدخلت أمريكا فغيرت مصار الحرب فكانت عصبة الأمم الآن بنحكي عن أمريكا لأنه البي أمي آي طبعا أمريكا كتير كبير بعد الحرب الأولى كمان نقاط الرئيس ودرو ويلسون بالحرب الثانية حاربت أمريكا فتبدل العالم تغير العالم يعني صار فيه أنظمة جديدة ونظام الحرب الباردة ومنظمات جديدة اليونيتد نيشن في نهاية الحرب الباردة دخلت أمريكا للعراق لتحرير الكويت فكان خطاب بوش الأبيا اللي هو حدد النظام العالمي الجديد خلينا نسمعه نقاط الرئيس في مدينة جديدة في الأمريكا وفي الأمريكا وفي الأمريكا نعلم لماذا نحن هنا نحن أمريكا نقاط من شيء مكتب من نفسنا فهنا لقد عددنا لديه لذلك وهنا ransom يدفعي ومترجمنا الآن العالم يطلب فيه لإنقاء محاولي لمتى أنتعا ما لا يوجده ليسى من الموضوع إنه إزال أمريكا النهي العالم خطابه للرئيس بوش عن النظام العالمي بيخذنا للخمسين للخمسة وسبعين اليوم في تغيير حتى بالنظام العالمي يعني شفنا الفترة الوجيزة صارت الفترة الأصيرة بين نظام عالمي نظام عالمي جديد بعد 11 أيلول تدخلت أمريكا عسكريا في أفغانستان بالعراق والحرب العالمية على الإرهاب تغير العالم تغيرت منطقة الشرق الأوسط لأن الولايات المتحدة الأمريكية كثير كبيرة لما بتتحرك إجباري يتحرك العالم حتى الإسلام السياسي يعني صعود الإسلام السياسي تغيرت المعالم تبعيته يعني الإسلام السياسي سيأتي عبر الانتخابات وأخيرا وليس آخرا تحاول أمريكا أوباما اليوم الانسحاب الخجول من العالم وهذا أيضا خلقة دينامية جديدة فمن يملأ الفراغ خاصة أن الطبيعة تكره الفراغ نحن نعرف طبيعة تكره الفراغ ولكن ينسحب من العالم أوباما اليوم رجع على أوكرانيا بأوروبا ينسحب من منطقة سرق أوسط ها هو اليوم الآن بموضوع الشرق الأوسط والقضية السورية وقد يأتي السؤال المهم اليوم هل الرؤساء الأمريكيون بيختلفوا عن بعضهم؟ أبدا ما بيختلفوا عن بعضهم لأنه اليوم بالمعنى الإيديولوجي جورج بوش حكي عن الأكسس وفيفل يعني عمل العالم بشغلتين يعني عمل قصم العالم بدنا نشوفه أمريكا العراق إيران وحتى كوريا الشمالية هذا الأكسس وفيفل وكأنه يقصم العالم حتى اليوم العالم بآسيا الصين تحاول هل نشوف بعدين مناطق النفوذ هل تتصرف على طريقة القرن التاسع عشر حتى الصين اليوم عم ينحكي عن الكاو ستونغ هايد المنطقة تقول هايد المنطقة لألي وأدخلتها بالمفهوم الأمني الاستراتيجي طبعا ورايحين على مرحلة ونحن بعتقد بحلقة سابقة حكينا عننا فإذا نسمينيها الكاو ستونغ أو لسان البقرة عدد المرات أيضا اللي ذكر في أبوش المناطق بالعالم يعني بدلنا قديش أهمية هذه المناطق ولكن لنستعرض بعض التحولات والثوابت بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تفاجأت الإيران يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ما بتعرف كل شيء بالعالم فيه فشل استراتيجي أو استخباراتي على سبيل المثال تفاجأت أمريكا بسقوط الشاه واستمرت الأزمة طبعا الرئيس ريجن مع بعد رئيس كارتر كمان مع رئيس ريجن يعني اليوم فيه صلة التواصل بين الرؤساء تابع الأبوش سقوط الاتحاد السوفيتي استمر الوضع أيضا مع الرئيس كلينتون على الأقل في بعد الصراع اليوم لما بنحكى عن النايتو يعني التوسع النايتو كمان اليوم بدل ما تكون ألمانيا بولندا هولي المناطق الخضرية اللي هلأ أوكرانيا سبب أساسي فيها لأنه كمان في حلقة رح نعملها أنه اليوم تأمل النايتو وصل على قلب روسية مشان هيك موضوع القرم موضوع حساس لروسية مشان هيك تدخلت روسية يعني نواعد سنة التسعين جورباتشوف أنه ما رح يمتد النايتو للمناطق ولكن كان الوعد كاذب وامتد فإذا اليوم في تحولات أسيسية على بالصعيد العالم يعني في هذه الجوكينج مثل ما بيسموها لأنه ما حدا نعرف اليوم أي نظام منهم بيقول أنه ريتشارد هاس بيقول أنه اليوم النظام العالمي نان بولر ليس قطبي ما في قطب بالعالم هلأ قرر الرئيس بوش الأبن أن يلعب الجولف وتناسى العالم ولكن كانت 11 أيلول لتعود أمريكا لإنخراج بالعالم اليوم الرئيس أوباما يتابع تركة الرئيس بوش فانصحبها من العراق بال2011 ويقرر الانسحاب من أفغانستان بال2014 هولي كلهم عوامل بيصير في عنا عدم توازن بالمنطقة لأنه في حد ما بده يعب الفراغ بدأ الانفتاح على إيران اليوم على فكرة يعني إذا فتحنا نافذة على ما بعد 11 أيلول فقد يمكن القول أن الحرب على الإرهاب وسوء إدارة بوش لها أدت إلى إظهار أمريكا إظهار محدودية القوة الأمريكية على سبيل المثال إلى صرف أكثر من 3 تريليون دولار وإلى أكثر من 4000 قطيل عدد الجرحة إلى عداء وكره في المجتمعات الإسلمية خاصة إجا خطب أوباما في مصر وتركيا على سبيل المثال القتلى بعهد بوش بأيام كلينتون من 93 إلى 2001 1320 أتير وجريح مع الرئيس بوش 47107 بين 2001 إلى 2009 في هذا الولايات المتحدة الأمريكية من أمني بوطانت كما يقولوا مش أنه لا تضرب ولا تقهر أدى هذا الأمر إلى انشغال أمريكا بالكامل في الشرق الأوسط هذا الأمر لانشغال أعطى حرية الحركة في العالم لقوة كبرى على رأس بوتين الصين وأدى إلى التردد في التدخل العسكري بعد التجربة المرة من هنا تردد أوباما مؤخرا مثلا أنه يقوم بحملة عسكرية على سوريا وطلبوا المسبق من الكونغرس أنه أنا لن أذهب إلى سوريا إلا إذا كان في موافقة الكونغرس قد يمكن القول أنه المنفع الوحيدة كانت في تجربة العسكر الأمريكي بالعراق وفي أفغانستان هو قتال الشوارع من نوع جديد حرب شوارع حرب ضد المنظمات غير حكومية أو نانستيت أكتر عمليات خاصة قتل بن لادن الأمر الذي جعل البنتاجون يغير العقيدة العسكرية تبعيته أو الدكترين الشفتة على سبيل المثال بوش نشوف كيف الاستفتاء إنه قداش شعبيته بعد داعش قيلوه ليك وين صار اشتياح أفغانستان بالعراق بلش ينزال بعدين ساكن ترم آخر شي لما صارت الأزمة المالية بالألفان وثمانية ومضي القانون طبعا سبعين مليار دولار أز بايل آوت فإذا منشوف هاي دي التردد الأساسي وأخيرا وليس آخرا حتى ولو كانت أمريكا حسب سنودن يلي تتجسس على كل العالم على الأعداء والأصدقاء تاريخ فشل الاستخباراتي أدى إلى نتائج كارسية بنبلش بيرل هاربر سقوط الشاه 11 أيلول هولي كلهم فشل استخباراتي أسلحة الدمار الشامل بالعراق على سبيل المثال كمان يدور جدل كبير اليوم خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية حول أي تعقيدة عسكرية لعالم اليوم وعالم الغد اليوم اتغيرت الحروب كلها مشان هيك كمان بحلقة عن أوكرانيا رح نشوف كيف استعمل القتال من نوع جديد بالقرم رئيس بوتين هل هي الحرب تقليدية أو دولة ضد دولة مشان هيك الإيديولوجية طبعا 1983 يعني اليوم اجل رئيس ريجن حكي عن الايفل امباير سميها بموضوع يعني سميها بخطاب أساسي المانيفيس داستيني المانيفيس داستيني يعني القدر يلي الولايات المتحدة الأمريكية رسم لألة فهل الحروب بين الدول الكبرى رايحة إلى الهامش خاصة مع السلاح النووي هل الحروب اليوم هي بين الدول الكبرى ومحيط المباشر على غرار ما يجري بأوكرانيا وسلوك روسية في القوقاز أيضا لحتى نوضح الصورة ونربط العلاقة بين الأهداف القومي الكبرى والجغرافيا والمسافات ناخد مثلا حالة أوكرانيا يعني الولايات المتحدة الأمريكية تدخل بأوكرانيا على مسافة 7,842 كم بس أوكرانيا وكياف تبعد عنها 765 كم لو دخلت موسكو بخلفية الولايات المتحدة الأمريكية بالمكسيك المسافة 10,456 والمسافة بين موسكو عفوا بين مكسيكو وواشنطن دي سي هي بـ 3000 فأزا اليوم القوى الكبرى شو رح تعمل أمريكا بمحوط روسيا المباشر وماذا لو ذهبت روسيا إلى خلفية أمريكا بالمكسيك لتلعب في محيطها المباشر الجواب عن هذه المسألة يتعلق بالقدر على الـ Power Projection يعني كم قادر أنت تفرض سيطرتك بالعالم أمريكا دولة عظمة مقابل روسيا دولة كبرى أمريكا دولة بحرية بامتياز روسيا دولة يرتكز تاريخها على السعي إلى الوصول للمياه الدافئة تصرف أمريكا أكثر من 500 مليار دولار على آلتها العسكرية روسيا بحدود المليار على كل إن هذا الصراع المستمر في الجوهر ولكن مع التغير بالشكل المعادلة السابتة في صعود وقوى الكبرى إذا جمعنا كل القوى الكبرى ما بيطلعوا أدى الولايات المتحدة الأمريكية فإذا الصين هي الأكثر تحديا اليوم روسيا بالتالتة والقوى الكبرى والقوى الكبرى يعني عم نحكي بليون أف دولار يعني عم نحكي بال600 مليار للولايات المتحدة الأمريكية واو يعني 600 مليار داش مهمة هلأ تسعى الدول الصاعدة إلى تأمين منطقة نفوز يعني هذه تعودنا عليها نمط بالتاريخ بمحيطها المباشر وشو بتعمل؟ بتعمل المحيط الخاص في الدول الصاعدة وتمنع في نفس الوقت القوى الأخرى من تأمين المنطقة الخاصة بها اليوم حال الصين وتدخل أمريكا بمحيطها روسية يعني الولايات المتحدة الأمريكية عم نت المنطقة المحيطة فيها كمنطقة نفوز وتتدخل بمحيط روسية لذلك ستكون المرحلة المقبلة في الصراع والحروب بالكامل حول محاولة الصين الهند روسية تثبيت مناطق نفوز خاصة بها وفي محيطها المباشر والولايات المتحدة هي اللي بدأت تمنعهم تتدخل بالمناطق لأن الولايات المتحدة هي الأكثر قدرة على التدخل أينما كان بالعالم بسبب اليوم القدرة يعني اليوم تملك يعني الشغلة المهمة الولايات المتحدة الأمريكية عملت منطقة النفوز البحر الكريبة شفنا المسافات اليابان عندها منطقة نفوز الصين عندها منطقة نفوز الهند تحاول منطقة نفوز وروسيا منطقة نفوذ أيضا أمريكا عندها منطقة نفوذ ما حدا بيقدر تدخل فيها بسبب البعد الجغرافي ولكن أمريكا تتدخل بمحيط المباشر لروسيا بمحيط المباشر للهند بمحيط المباشر للصين وحتى اليابان فإذن اليوم العالم رأي على هذه المرحلة هذا النمط من الصراع اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عندها قدرة عسكرية هائلة وفي غياب ما في منافس من القوى فهي قادرة حتى أشعار آخر تكون التحلفات والتحلفات المضادة وهي دي موضة النظام العالمي الجديد يلي هو قيد التشكل هلأ تنفيذ الاحتقان سيدكون في دول عليها أن تدفع الثمن فقط لأنه موقعها صدف أن يكون على خط الزلازل كمان الولايات المتحدة الأمريكية إذا حكينا عن الحاملات الطائرات تاريخها 68 حاملة اليوم بالخدمة الفعلية 10 بالاحتياط 2 تحت قيد الصنع 3 البريطانيا 41 اليوم عندها وحدة المطلع مليئة الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر قدرة على التدخل بأي منطقة بالعالم تتدخل في مناطق نفوذ الدول الأخرى وتحمي منطقتها وهذا إذا بدنا نحكيها لحتى ننهي المحور الأول هيدا المثال يلي بدنا نشوفه أو النموذج من الصراع بين القوى الكبرى الصاعدة والولايات المتحدة الأمريكية بالمرحلة القادمة والدول الصغرى هي الحرب بالواسطة يوكرانيا عم تدفع الثمن سوريا عم تدفع الثمن لبنان عم يدفع الثمن القوقاز عم يتعذف الثمن يدفع الثمن هيك عزيزي المشاهدين كنت هاينا من الإسم الأول عودي مع المحور الثاني العالم بقوله الإيديولوجيات تموت نحنا منقول القول بموت الإيديولوجية كما القول بنهاية التاريخ حسب كتاب فوكوياما الأندو في ستوري بقول انتهت الإيديولوجيات تها التاريخ فكيف للتاريخ أن يقف وينتهي هذا ما بعتقد أنا يعني أوافق على هذا الفكر أو حتى المفكرين فهو صنع السياسة ونتيجتها بالحد الأدنى والسياسة هي موجودة لأننا نختلف يعني بقوله فهل توقفنا على الاختلاف لحتى يقف التاريخ أيضا نعرف الإيديولوجية للتلميز بالجامعة أنه هي أفكار مترابطة من ضمن منظومة معادلة فكرية بتساعدنا على اتخاذ القرار هي باختصار الورد فيو يعني كيف نشوف في العالم وإذا فصلنا الدين على الإيديولوجية فقد يمكن القول أن الدين والإيديولوجية كانا ولا يذلان يلعباني دورا مهما في سلوكية روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اليوم اتنانيتم كل واحد منه عنده إيديولوجية معينة ولكن نعتقد فعلا أن الإيديولوجية كانت ولا تزال الغطاء الأساسي لتغليف الأهداف القومية العليا ولكن كيف؟ اليوم مصلحة روسيا القومية الثابتة هي الحفاظ على محيطها المباشر منا أوكرانيا ولا ممكن تتخلى عنها ظل هذا الأمر ثابتا مع كاترين الكبرى لأنه هي وقعت المعاهدة مع تركيا مع القياصرة مع القيصر بطرس الأكبر مع القيصر مع استالين لأن استالين الشيوعي بطرس الأكبر القيصر يعني العقيدة تغيرت الإيديولوجية تغيرت بس الأهداف هي زيتها واليوم مع بوتين المختلط يعني بين القومي والديني عنده فكر أهداف إيران العليا كمان لا تزال هي هي يعني مع الشيه كانت العباءة القومية الفارسية اليوم مع مرشد الثورة العباءة الدينية تحت عقيدة ولاية الفقه هلأ قد تطول اللائحة ولكن الاستنتاج هو ثبات الأهداف القومية والمصالح ولكن تتبدل العباءة الدينية أو حتى القومية أو الناشنالست وعليه قد يمكن السؤال هل ماتت الإيديولوجية بعد سقوط إتحاد سوفيته أنا بأعتقد اليوم بالجنرال فيو قلنا لا لأنه سنحاول بهذا المحور أن نقارن بين الإيديولوجية الروسية الثابتة مقابل إيديولوجية أمريكا الثابتة فماذا عن أمريكا وهون شغل كتير مهم بنصح كلمين يعني جوجلت المقالة اللي انكتب سنة 1839 جون أو سيليفن كتبه مقال صغير تحت عنوان المانيفس دستيني بنصح قراءته باختصار أنه يرسم المهمة الإلهية لأمريكا تجاه العالم يقطع مع ماضي أوروبا الأليم الدموي ويبني المستقبل وبيقول أنه أمريكا ستكون أمة عظيمة هي الأمة المختارة طب هيدا المقال بالـ 1839 اليوم إذا عملنا فاست فرود لقدام نشوف بوش بعشرين يناير 2005 بخطاب انتخاب واللي مرة تانية كانت مدة الخطاب 21 دقيقة شو سمي بوش سمي بوش خطاب الحرية Freedom Speech الخطورة فيه أنه قال أن الأهداف الأمريكا الحيوية ومعتقداتها وقيامها صاروا واحد يعني اليوم إذا تخالف المعتقد الأمريكان يعني أنت عدو الرجل والمرأة هم على صورة الخالق هذا بخطابه ولم يرسم الله عبد وسيد وأن نشر هذه المثاليات هي مهمة أمريكا الموكالي لألة بيخذنا على المنفس داستيني إذن مهمة أمريكا ضرب الطغيان بالعالم وفي جدول مقارنة مع المنفس داستيني بيوضح إلنا السلوك السلوك الأمريكاني يعني هلأ المنفس داستيني نحكي عنا شوي صغير بس Increase in religious language presidential address presence of war منشوف بينحكى عن القد بالpresence of war والفايث توك لما بيكون فيه انتخابات يعني شوفوا وقت الحرب كيف بينحكى عن الدين فترة أكتر ولما بينحكى عن الانتخابات هو بيكون faith talk لحتى الرئيس ينذكر مع أنه الدستور الأمريكي بيفصل الدين أو الكنيسة عن الدولة وبناء على المنفس توسعت أمريكا من الشرق إلى الغرب يعني هي دولة بقارة دولة على محيطان هلأ سمن التوسع بالأروح البشري كان كبير على حساب السكان الأصليين بالرغم من أنه فصل الدستور الأمريكي بيقول separation of church and the state كان عهد الرئيس ريجن عهد الخطاب المهم تحت العباء الدينية بطريقة غير مسبوقة حتى ريجن وضع الحرية مثلا والعدالة كهيبة من الله وهي دي مقاربة نبوية ناس يعني في انتقاد شديد لا لا حتى أنه تكليف الرئيس بالتنفيذ فهل يعرف الرئيس مشيئة الله يعني المشن تبعيته كمان تحدث أربع رؤساء آخرين وكلهم متحدثين باسم الله يعني على سبيل المساء لما بنحكى عن اسم الله البتيشنر يعني بنحكى اسم البروفيت اسم البرتيشنر يعني وكأنه مكلف البتيشنر كأنه مكلف مهم من الله 1933 1980 كأنه بتيشنر يعني كأنه الله كلفه مين قالك أنه الله كلفك على سبيل المثال رئيس بوش قبل ما نحكى عن رئيس بوش بس لنشوف شو بالمانيفس دستني كلمة تايرني الطغيان والفريدم الحرية والمشن المهمة والله ويردين كلهم بخطاب بوش اللي عم نحكى عنه كله نويردين حتى الكلمات فري فريدم ليبرتي تعملوا 49 مرة بخطاب بـ 21 دقيقة هيدا مع الرئيس بوش كمان الرئيس بوش سألوه مرة هل تسأل والدك قبل أنت قبل الذهاب للحرب فأجاب لدي أب أعلى في السماء أسأله حتى أنه ريجن بأحدى خطبه وصف الاتحاد السوفيتي بامبراطورية الشر يعني المانيكيس الماني الأبروش أنه يا معنى يا ضدنا يا أخبر يا أسود يا أبيض يا خير يا شهر دعينا نسمع شو حكرا يستيقن دعينا نسمع لديكيس لأنه لا يصدق وقرأ بكالصة os will but its final result but it is conceived and ordered moved seconded carried in minute in clear carpeted warmed and well lighted offices by quiet men with white collars and cut fingernails and smooth shaven cheeks who do not need to raise كما يتحدث إنهاaba في قوة مجلسة حالياً تتحدث إنهم يتحدث إنهم في صوتك إلاحظة إلاحظة الرحلة وكذلك أكثر تحت أساساً كما يتحدث إنهم يتحدث إنها مجلسة من سمين لذلك أكثر إليناً ويجب أن نأخذ نفسهم وإنهم لحظة الحياة وإنهم حظة الحياة وإنهم حظة الإنهاية لأنها مجلسة عميلاً أن تسمع الولايات المتحدة الأمريكية بالشرق وبدأت تتمدد وبعدنا الهلأ منسمع نفس الفكر نفس الكلام نفس الخطاب مش هناك بنصح أنا أنه جوجلت جون أو سوليفن وهو يعني 600 أو 700 أبعتقد بالألف كلمة هين واحد يقرأ هيدا بالشرق الأمريكاني إيديولوجية بوتين اليوم تاريخيا بعد سقوط القسطنطينية اعتبرت روسيا نفسها أنه هي روما الثالثة والمدافع الأول عن المسيحية ومن يريد المزيد ما عليه إلى قراءة ما كتبوا يعني الأنريت روياب من الأكاديمي فرنسيز يلي حكي عن كل القياصرة بروسية وبنصح يلي بيقرب الفرنسيوية على كل إن يعزوا البعض أنه بوتين متأثر بتلات كتاب روس فلاسفة هنه نيكولاي بيرداياف فلاديمير لوفيو إيفان إليين الأسماء الصعبة شوية صغيرة بس يعني نذكرهم بطريقة سريعة أنه حتى بوتين كان استرد رفاة إليين من بريس تكريما لأله وقال في المناسبة أنه من يتحدث عن فصل أوكرانيا عن روسيا يرتكب جريمة يقول إليين عن روسيا نطق أن ساعة روسيا للنهود آتية يعني نحن بدنا الدرايفر الإيديولوجيا اللي بيخدنا وسيبدأ عصر التطور والعظمة ثلاث أفكار في كتابته لإليين روسيا وصفها الروح الخاص كرست نفسها للإيمان الأورتودوكس الإيمان بأوتوكراتية يعني حكم من قبل رجل واحد مع سلطات كاملة روسيا هي قلب كل شيء أوروبي وآسيوي هي الميزان هي أوريزيا يقول برداياف جلب الغرب الفيروس المعادل المسيحي إلى روسيا يقول سولوفيو بسبب موقع روسيا بين الغرب الكاتوليكي والشرق غير المسيحي ستلعب روسيا المهمة التاريخية لجمع الإنسانية وحل مشاكلها اليوم روسيا القلقة والمطوقة من الغرب الفاسد إذا جمعنا مخصلة أفكار الفلاسفة الثلاثة نحصل على المعادلة أن روسيا تجمع بين تيوكراتية القومية والأوتوكراتية وهذا شغل فريدي من نوعه إديولوجيا من أجل ذلك وبعكس توسع أمريكا من الأفكار الدستيني راحت روسيا من الغرب إلى الشرق يعني روسيا من الغرب إلى الشرق وأمريكا من الشرق إلى الغرب ولكن تحت توسع إلهي اليوم روسيا توسعت أخذت معها الخوري والعسكري والتاجر توسعت روسيا من الغرب إلى الشرق لتصل إلى المحيط الهادي عبر سيبيريا وبذلك يدل تقي الجبران في مضيق بيرينج شغلة كتير مهمة هلأ اليوم بمضيق بيرينج يعني لو فيه الـ Global warming لما رح يدوب التلج يمكن يكون فيه مشكلة بين اتنين لأنه بيصير فيه تماث مباشر خاصة أنه ألاسكا هي قريبة من القطب المتجمد الشمالي هلأ التماث يستمر وليستمر الصراع إلى الأزل وإذا ارتفعت حرارة الأرض مثل ما قالنا وفتح المضيق فإن التماث المباشر يعني القرب والقرب يعني الاحتكاك والاحتكاك يعني الصراع وممكن الحرب لذلك قد يمكن القول أن الصراع بأوكرانيا هو تجسد لصراع قديم جديد مرتكزاته إديولوجية قومية أوتوكراتية وهنا منستذكر ما قاله بوتين لبوش الأبن بمرة تلاقوا مع بعضهم قالوا لك أوكرانيا ليست حتى دولة وكمان ألا لرايس كوندوليسا رايس لما شايفه للرئيس الحالي يانوكوفيتش أو الرئيس المخلوع هذا الرجلي this is my man أوكرانيا لنا ولا تنسي هذا الأمر أبدا على سبيل المثال بس لنشوف بطريقة سريعة روسية بلتقيوا بمضيق بورينغ وروسية بالحد الأدنى بالاتجاهات المتعددة فإذا اليوم لما نسمع أو نشوف أوكرانيا ما لازم نطلع أوكرانيا من البعد الإيديولوجي الروسي وتدخل أمريكا من البعد الإيديولوجي خاصة بالمنفس دستيني هيك مكونتها هنا من المحور الثاني نحكي شوي عن البعد الإيديولوجي إن كان بالسلوك الأمريكي أو إن كان بالسلوك الروسي أو السوفيتي وشددنا أنه اليوم المصالح هي الأساس والإيديولوجية هي العبائة إن شاء الله بالأسبوع القادم تكون الحلقة عن المملكة العربية السعودية اللقاء من شوفكم الأسبوع القادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة